السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن أولا نقرأ هذا المثلث دلتا دلتا ين يساوي ين زايد واحد ناقص ين نفسه فلو كان لدينا دلتا يثلاثة فإن ناتج هذا المؤثر يساوي y4 ناقص y3 بهذه الكيفية هذا هو مؤثر نيوتين سنأخذ ثلاثة أمثلة لمؤثر نيوتين المثال الأول أوجد دلتا 3 y0 كيف نوجد هذا المحكوف طبعا أنا ما عندي إلا هو دلتا أس ثلاثة فراح أجزئ اعتماد على قوانين القوة دلتا أس ثلاثة مضروبة في دلتا ثم مضروبة في y0 الآن أقدر أجيب بمؤثر نيوتين دلتا y0 ونترك دلتا أس ثلاثة فيما بداخل القوة يصير عندي دلتا أس ثلاثة 2 y1 ناقص دلتا أس ثلاثة 2 y0 ثم كذلك نبدأ بنفس الكيفية ما نقدر نجيب دلتا أس ثلاثة 2 نخليها دلتا ضرب دلتا y0 فبيكون عندي دلتا y نجيب الآن هذا مؤثر نيوتين بصير عندي y2 لأن هنا عندي y1 y2 ناقص y1 ناقص دلتا نجيب هذا المؤثر لنيوتين راح يصير عندي y1 ناقص y0 ثم في الأخير راح نوزع أيضا الدلتا راح يصير عندي دلتا y2 ناقص دلتا y1 ناقص أيضا نضرب هذه الآن في هذا ثم في هذا دلتا y1 ناقص دلتا y0 نلاحظوا الآن أن دلتا y1 دلتا y1 مكررة مرتين سالب دلتا y1 سالب دلتا y1 نكملها الآن فراح يصير عندي دلتا دلتا y2 ناقص 2 دلتا y1 زائد دلتا y0 راح نوجد مؤثر نوت الأمامي لدلتا y2 راح يصير عندي y3 ناقص y2 ناقص 2 نجيب المفكوك لدلتا y1 راح يصير عندي y2 ناقص y1 ثم دلتا y0 راح يصير عندي زائد y1 ناقص y0 ثم نجمع المتشابه هنا عندي y3 ما في أي شي معه نخلي بالون آخر راح يصير عندي y3 هنا عندي سالب y2 وعندي سالب 2 ضرب y2 راح يصير عندي سالب 3 y2 ثم اضرب سالب في سالب راح يعطيني موجب موجب 2 y1 وهنا عندي زائد y1 راح يصير عندي زائد 3 y1 آخر شي عندي سالب y0 هذا قيمة إذن قيمة دلتا أس ثلاثة y0 لمؤثر نيوت الأمام يساوي y3 ناقص ثلاثة y2 زائد ثلاثة y1 ناقص y0 ننتقل إلى مثال آخر لو كان لدينا دلتا 2 لواي خمسة وقال لي أوجد مؤثر نيوتن الأمامي أولا لازم الدلتا نفصلها دلتا ضرب دلتا y خمسة ثم نقول دلتا ناخد مؤثر نيوتن الأمامي لدلتا y5 راح يعطيني y6 ناقص y5 ثم ندخل الدلتا على ما بداخل القوس يصير عندي دلتا y6 ناقص دلتا y5 ثم نجيب المؤثر لدلتا y راح يصير عندي y7 ناقص y6 ناقص المؤثر لدلتا y5 راح يصير عندي y6 ناقص y 5 نشوف الحدود المتشابهة y7 ليس له حد متشابه عندي سالب y6 وسالب y6 يصير سالب 2 y6 هذا بيكون عندي سالب في سالب راح يصير عندي موجب y5 ننتقل الى مثال ثالث واخير لو كان لدينا دلتا دلتا two y0 مثل المثال الأول ولكن أسهل بيكون نفك الدلتا الآن بهذا الشكل y0 ثم ننزل الدلتا ونجيب دلتا y0 وهي y1 ناقص y0 ثم ندخل الدلتا على ما بداخل القوس يصير عندي دلتا y1 ناقص دلتا y0 ثم نأتي بالمؤثر لنيوتن الأمامي لدلتا y1 راح يصير عندي y2 ناقص y1 ناقص المؤثر لدلتا y0 y1 ناقص y0 ثم نأتي بالحدود المتشابهة y2 ناقص y1 وناقص y1 سالب 2 y1 سالب في سالب راح يصير عندي موجب y0 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته